السلام عليكم معاكم سنالي سعيد لو اول مرة تتبعني اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوز الجديدة اول باول ولو متابعني اعمل لايك للفيديو اعمل شير بفرح جدا بالقومنس اللي بتسيقها لي تحت الفيديو النهاردة ان شاء الله هناخد الستوري بتاعة جونيور ميدل تو قصدي تانية دي دي الستوري اساسا عنوانها الستوري دي موجودة في كتاب المنار لمنهج لينك وكمان موجودة في المحور يعني هي نزلة مع المحور ونزلة مع كتاب المنار بس في منهج لينك انما المحور نزلة في المنهجين قصوا معاي الستوري بتاعتنا اساسا اسمها great men and women ودي معناها نساء ورجال عظماء الستوري عرضة five characters خمس شخصيات من ضمنهم الشخصية اللي علينا في الترم ده في منهج لينك تانية اعدادي ادارة المنتزهة تمام ده منتزهة اول عليهم الستوري بتاعت مهاتمة غندي مهاتمة غندي تمام هو بالعربي اسمه غندي انما in english غندي فهنا بيقول مهاتمة غندي تمام ده part one احنا اخد ان شاء الله النهار ده part one هو الكاركتر فيها three parts تلت اجزاء بيقول لي on the evening of january 30 1948 a little old man was slowly crossing the country yard of his home on his way to prayers 30 february 1948 كان فيه راجل عجوز ضعيف قليل يعني كان ماشي بالراحة جدا في في ال country yard في الباحة بتاعت المنزل بتاعته عشان رايحي four prayer or two prayers عشان يصلي suddenly the sound of four gunshots was heard and the man fell to the ground اتسمع صوت اربع طلقات نار اربع طلقات واتسأه والراجل وقع على الارض يعني اتقتل باربع طلقات من الرصاص that night his great friend bandit nehru اسمه كده صاحبه كان اسمه bandit nehru دول هنود يا جماعة فدي اسامي هنود speaking on the radio طلع في الراديو واعدي يقول to the people of india لنس سكان الهند وقال لهم the light has gone out of our lives and everywhere it is dark النور راح من حياتنا وبقى خلاص الضلمة عمت في كل حد كان يقصد بالكلام ده ان مهاتما جاندي خلاص مات فهنا بيقول the life story of this little old man قصة حيات الراجل ده and very great man الراجل العظيم ده مهاتما جاندي is one which everyone should know قصة لازم الناس كلها تعرفها ما علينا المهم he's home بيته هو اساسا اسمه مهاندس جاندي مهاندس جاندي تمام اسمه الاول مهاندس ولقى بالعيلة جاندي مهاندس جاندي was born in a city in the west port of india on october the second 1869 هو تولد في مدينة في غرب الهند 2 من اكتوبر 1869 مهاندس was his first name ده كان اسمه الاول the word mahatma means great soul هو مش بقولك مهاتما جاندي ده لقب اللقب ده معناها great soul الروح العظيمة and is a little sorry a title which was giving him later وده لقب عطه له بعد كده يعني لما قبر for many years لسنين كتيرة members of the gandhi family had held important government posts من العيلة بتاعت ما gandhi كذا واحد من العيلة من افراد العيلة كانوا بيشتغلوا وظائف حكومية مهمة جدا and for a long time والوقت طويل the father of mahatma was chief officer in one of the states of india والد mahatma ده اللي هو gandhi كان رئيس الشرطة في احد ولايات الهند the father was a fine and brave man الاب كان شخص شجاع وكويس and very good at his work وكان شطر جدا في شغله the son loved his father very much والابن اللي هو mahatma ده كان بيحب sorry اللي هو mahatma ده كان بيحب ابوه جدا and also his mother وكمان والدته his mother was very serious in her religion والدته كانت شديدة جدا في دينها and never thought of beginning a meal without a prayer عمرها ما كانت حتى بتبتدي وجبة من غير ما تصلي at one time she felt that her religion demanded that she should not eat until she saw the sun عندهم في احد المراسم الدينية بتاعتهم ان هما يصوموا لحد ما الشمس تطلع تاني يوم وطبعا هي امتنعت عن الاكل it was then the season of rain وده كان ايميها تقص المطر كانت شيتها يعني and often the sun was not seen for a long time والشمس ما كانتش بتظهر في الوقت طويل her children were much troubled and spent long hours looking up at the sky to be able to hurry to tell her that the sun was shining and that she could eat طبعا الشمس ما كانتش ظهرة لان الدنيا كانت مغيمة فكان ولادها قض وقت طويل جدا على السطح فوق بيبصوا للسمى مستنيين الشمس تطلع عشان يجروا ويقولوا لها ان الشمس ظهرت وتقدر يتكلي اسفة معلش زوري تعيبني عندي برد وكنت متأخر عليكم عشان اتحسن وقرالكو كويس بس still بردو الحمد لله at school بقى في المدرسة in his little life Gandhi wrote a book وهو في المدرسة كتب كتاب which tell us many things about his early years كتب كتاب عن حياته ايام المدرسة تمام in this book he says that it was not easy for him to make friends with other boys in school كان كتب ان صعب عليه ان كان يصاحب أصدقاء في المدرسة and that his only companions وان رفاق الوحيدين wear his books and listens كانوا كتبوا دروسوا he used to run home from school as soon as classes were over for fear that someone would talk to him or make fun of him طبعا كان أول ما بيخلص الدروس كان بيجري على طول على البيت خوفا من إن حد يوقفه يكلمه أو يصخر منه as a little boy كان طفل صغير he was very honest كان صادق ما عرفش ازاي بقى اللي جايدة بيقول ان هو كان صادق one day a small event concerned with a school games troubled him very much كان في في يوم المدرسة عملة يوم للألعاب والموضوع ده كان قلقوا جدا because he didn't enjoy being with other boys عشان ما كانش بيحبي يقضي وقت مع الولاد and also because he wanted to help his father after school وعشان كان بيحبي ساعد بابا بعد المدرسة he didn't like to take part in school games ما كانش بيحبي شارك في الألعاب المدرسية he thought they were a waste of time كان بيعتقد إن الألعاب ديت أو اللعب كان تضيع للوقت one day when they had had their classes in the morning في يوم لما أخذ دروسه الصبح only Mohandas was supposed to return to school at four o'clock for school games لما خلص الدروس قالوا لهم ترجعوا تاني المدرسة الساعة أربعة عشان تقضوا اليوم الألعاب اليوم اللاعب بتاعكم he had no watch ما كانش عنده ساعة and the cloudy weather deceived him وطقس المغيم ده خدعوا he arrived late وصل متأخر the games were over الألعاب خلصت the boys had gone home والولاد كمان روحت the next day when he explained to the head of the school why he was late تاني يوم لما حب يوضح لمدير المدرسة إنه هو اتأخر ليه he was not believed طبعا ما تصدق حدش صدقه he was told that he was not telling the truth اتقلوا ان انت ما بتقولش الحقيقة and that he must be punished وانه لازم يتعاقب he اللي هو مهندس قاندي a liar no no كدام لا لا but how could he prove that he was telling the truth حيثبت ازاي انه هو كان بيقول الحقيقة at this early age في السن الصغير ده he began to understand that ابتدى يفهم ان a man of truth راجل الحقيقة must also be a careful man لازم يكون راجل حزر carelessness ان الاهمال often leads others to have wrong ideas about a person بتقول ان الناس تاخد عنك افكار سيئة later مهندس changed his minds about value of games in that playground غير رأيه في قيمة الألعاب وفرشنطلي لحسن الحز he had read in books عرف الكتب that walking was available exercise كان رياضة سمينة and while still a boy وهو لسه طفلي began to take long walks in the open air بتدى ياخد مشاوير طويلة يمشي مشاوير طويلة في الهواء الطلق a form of exercise كانوع من التدريبات which he enjoyed and carried on during all his life كان بيستمتع بالمشي واضع طول عمره لحد ما مات وهو كان بيحب يمشي he also says in his book بيقول فالكتب بتعته that his handwriting was very poor خطه كان وحش جدا and that he didn't he did nothing to improve it هو محاولش حتى ان هو يحسنه because عشان كان بيعتقد he believed it was not important هو كان بيعتقد ان ده مش مهم later when he was in south africa لما راح جنوب افريقيا he saw the excellent handwriting of lawyers شاف قد اي خطوط المحاميين هناك رائعة and young men of the country والرجال الموجودين في البلد and became ashamed of his own وبقى خجلان من خطه he saw that bad handwriting وشاف ان الخط الوحش ده should be considered بيتم اعتقاده as a weakness in a person كنقطة ضعف في الشخص when he then tried to improve his own handwriting he found it was too late ولما حاول يحسن خطه لان الموضوع بقى صعب خلاص يعني اتأخر في ده marriage الزواج فبيقول مهندس was married at the early age of 13 اتجوز هو عنده 13 سنة which in india at that time was not thought to be too young وطبعا في الهند في الوقت ده ما كانش السن ده صغير على الجواز يعني the oldest son of the family was already married الابن الاكبر في العيلة كان متجوز and the father and the mother decided that the second son and the third son مهندس together with an uncle's son should all be married at the same time الام والابا قرروا ان اخوه الوسطاني وهو وكمان ابن عموهم يتجوزوا الثلاثة في نفس الوقت marriages الزيجات او الجوازات يعني with their presents and dinners fine clothes and all the rest بالهدايا والعشة اللي بيتعمل والهدوم الكويسة وكل البائدة cost the families a lot of money كبتكلف الأسر فلوس كتيرة جدا and a marriage of the all three together was would save much طبعا لما يعملوا الثلاث جوازات في جوازة حتوفر كتير save much the young wife of مهندس had never been to school مرات مهندس مراحتش مدرسة خالص this early marriage didn't help his lessons وطبعا الجواز في السن الزغير ده ما ساعدوش على الدراسة and he lost a year in high school وخسر سنة في الدراسة الايه في السنوي يعني fortunately by hard work وطبعا بالعمل الجاد بتاعه he was later able to finish two classes in one year تمكن بعد كده ان هو يخلص سنتين في سنة mistakes of youth اخطاء الشباب الكتيرة من ضمن صحابه في المدرسة كان عنده صديق اخلاقه مكتش كويسة مهندس knew this وطبعا هو كان عارف ان الولد مش كويس but he refused to accept the advice of others and felt that he would be able to change the character of his friend رفض يقبل نصايح الاخرين بالابتعد عن صاحبه السيد وهو قال ان انا هقدر غير من شخصيته the family of ghandi belonged to a religious group which didn't believe in taking a life of any creature بيقول اسرة غندي كانت معطانقة ديم من الديانات اللي موجودة في الهند وهم كتير قوي يعني والديانة دي كانت بتعتقد ان ممنوع ان تاخد هياة اي حيوان اي مخلوق يعني and so ولذلك the eating of meat was forbidding to them اكل اللحم كان ممنوع عليهم but مهندس friend set out to make him believe that the eating of meat was good for him صاحب مهندس بقى قرر ان هو يقنعه ان اكل اللحم مفيد لي he explained eat in this way ووضح له الكلام بطريقته بيقول له we are weak people احنا ناس ضعاف ده صاحب غندي اللي بيتكلم the english are able to rule over us والانجليز قدرين يحكمونا because they eat meat عشان بيكلوا لحمة i myself am strong انا قوي and fine runner وعداء ماهر عشان it's because i am a meat eater عشان اباكل لحمة you should eat meat too انت كمان لازم تاكل لحمة eat some كلك حبة and see what strength it gives you وشوف حتديك هو قد ايه after a time the young Mohandas partly believed his companion طبعا مع ايه الزن على الويدين صدق صاحبه he himself was certainly not strong and could horribly jump or run وهو اساسا كان بنيته ضعيفة ولا كان بيعرف يجري ولا كان بيعرف ايه ينط he was afraid of the dark too كمان كان بيخاف من الضلمة and always had a light burning in his bedroom at night كان بيحط دايما النور مولع في قطه بالليل that desire to eat meat was great وكانت الرغبة في انه يكن لحمة كان كبيرة even though he hated to deceive his father and mother على الرغم انه كان كاره انه يخدع امو وابو one day two boys went off to a quiet place by the river alone وفي يوم الولدين مهندس وصحبه راحوا على النهر الوحديهم and there مهندس tasted meat وهناك اكل لحمة اكل ايه اول نوع لحمة قال لي goat meat لحم الماعز for the first time الاول مرة it made him sick طبعا معدته قلبت for about a year after that والمدة سنة from time to time his friend arranged for him to eat meat صحبه كان بييه بيجهزه اكل اللحمة وهو بيكل at last مهندس stopped completely believing that nothing was worse than deceiving his mother and father in this way وقف بقى اكل اللحمة خالص وقال لي ما فيش اسوأ من انه يخضع ام وابو بالطريقة دي they never learned of what he had done طبعا محدش عرف باللي هو عمله but from that time on through his whole life he never tasted meat again من اول الوقت ده الحاد ممات عمره ما تزوق اللحمتين at about this time وفي الوقت he had another young man began to smoke قالوا واحد صاحبه تاني من ايد بنيرة وبترضو كان بدخن not because they really liked it مش عشان بس التدخين كان حلو وكانوا حابين but because they thought that they got pleasure in blowing smoke from their mouth is like young up grown up men ولكن كانوا بدخنوا عشان حابين انهم ينفخوا دخاة من بقوهم زي الايه الكبر ما بيعملوا they had little money to buy cigarettes وكان معهم فلوس الليلة جدا انهم يشتروا سجاير and the unsmoked ends of their uncle's cigarettes were not enough وما بقيتش كافيهم بواء السجاير اللي كان عمامهم بيرموها في الارض وهم بيكملوها so occasionally they stole a little money from the servants in the house فبالتدريج ابتدوا يسرقوا الفلوس بتاعة الخدم اللي في البيت ونعمر التربية مهندس soon gave up smoking وبعدين بعد فترة توقف عن التدخين and they came to feel that it was dirty and harmful وابتدى يعتقد ان التدخين ده dirty حاجة معفنا يعني وقذرة and harmful ومضرة لي these actions of his troubled and of his troubled the young man مهندس بيكازو يحرم بقى بعد كل المصايب دية تبتدى يحس انه هو ضميره بيقنبه because he had determined to build his life on truth قرر انه هو يبني حياته على الحقيقة تمام مهم and he knew that in deceiving his father and mother and breaking the rules laid down by his religion he was not honest يا سلام وبيقوله بقى انه هو بخدعته الام وابوه وانه هو مش بيسمع الكلام بتاع الدين بتاعه ما بقاش honest ما بقاش امين there was one more event of the same kind وحصلت وحصلت كمان بل وتان يلي فبيقول once when 15 years of age لما بقى عنده 15 سنة he stole a small piece of gold from his older brother سرق كمان حتت دهب من أخوه coin يعني and the deed lay heavily on his mind يا حرام الموضوع انه بضميره جدا finally he wrote out the story of what he had done كتب طبعا كل اللي هو نيله وافدنيته asking that he be punished وطلب من أبو ان هو عقبه and promising that he never again would steal ووعد بابا ان هو عمره ما حيا يسرق تاني وبعت الجواب لأبو feeling very much ashamed وكان خجل من نفسه he gave this letter to his good father ادى البابا الجواب ده then a sick man the father read it carefully أبو أرى طبعا الكلام الفرغ اللي هو كتبه بقى كل اعترفاته closed his eyes ورح يحرم وغمض عيني in thoughts في التفكير and the tears came كان رأي الشرط قاعد عاية مش فهمه زين مهم he slowly tore up the little قطع الجواب the boy had expected angry words كمتوقع ان ابو با حيزع ويشخط and the sorrowful and but loving feelings ولكن مشاعر الاب الحزينة والمحبة of the father were never to be forgotten by the son عمر الابن ما حينسيها كفاء كوارث بقى ونخش عالباقي in england في انجلترا at the age of 18 gondi went to a college في سنة 18 gondi راح الكالج الجامعة but remained for only part of the year ما قعدش اللي جزء من السنة عشان الليسن didn't interest him ما اصارتش اعجاب الدروس and he didn't do well ومستوى كان زي الزفت soon after this وبعد كده he was advised to go to england to study to be a lawyer نصحوا ان هو يسافر england عشان يدرس ويبقى محامي this would not be easy طبعا الموضوع ما كان شي سهل it was difficult for him to leave india كان صعب ان هو يسيب الهند and to go to a foreign land ويروح بلد غريبة where he would have to eat ورا زوجة and a child and a child behind وطفل on board ship he wore for the first time وعلى متن السفينة لبس لأول مرة the new foreign clothes provided by his friends لبس لبس الأجانب بتاع انجلند اللي صحابه جاهزه he wore his black suit لبس بدتوا السودة carefully keeping his new white clothes until he reached england وشال هدوم والبيضة اللي متعود يلبسها في الهند الحد ما يوصل انجلترا this was at the end of autumn وده كان في نهاية الخريف and on landing he was much troubled ولما وصل هناك ونزل من السفينة لأ في مشاكل to find he was the only person so dressed لأ نفسه الوحيد اللابس حلوة قوي ومتشيك to make matters worse وعشان الموضوع يبقى اسوأ he couldn't get at his baggage to change his clothes معرفش يوصل لإيه لشونته عشان يغير هدومه in his own account of his early days in London وفي أيامه الأولى في لندن he find two interesting events وجد حدسين مهمين أول حاجة بيقول لي one of these ways was his difficulty in finding suitable food كانت مشكلته في أنه إليه أكل مناسب لي أكل يكون نباتي يعني unlike most of the Indians in England على عكس كل الهنود في انجلترا he followed the rules of religion and would not eat meat اتتبع قواعد الدين بتاعته وما أكلش لحمة this was not easy ده ما كانش سهل and he was often hungry at the end of a meal وكان بيبقى جعان بعد ما بتحطه قدامه الأكل لأنه ما بيأكلش لحمة what was مش طبعا لحمة بس لحمة وفراخ والحاجة أي حاجة حيان what was his joy when he discovered a dining place where no طبعا كان مبسوط جدا إنه ما لقى مكان بيبيع أكل وما كانش فيه meat تمام of any sort was served ما كانش فيه أي نوع من أنواع الحوم he learned for the first time وعرف للمرة الأولى that there were many people in England who for health reasons ate no meat إنه فيه ناس كتيرة في إنجلترا لأسباب صحية ما بتاكلش لحمة it pleased him وفرحوا جدا to find signs giving support to his religious belief إن العلم بيدعم معتقداته الدينية في إنه ما يأكلش لحمة later he found it easier to prepare breakfast and suppers in his own room ولأ الموضوع سهل إنه هو يفتر ويتغدى ويتعشف إيه في قطه and to buy his meals in the middle of the day ويشتري الوكبة اللي يفتعت الغدى في منتصف اليوم the other event is one which later gave him and his friends much amusement الحدث التاني بقى المهم بقى الأولان إنه ما كانش يلاقي لإيه el suitable food الطعام المناسب تاني حاجة the young Indian tried to play the English gentleman حاول يلعب دور الشاب الإنجليزي he decided that if he couldn't eat like an Englishman لو معرفش يأكل زي الإنجليز الشخص الإنجليزي يعني he would dress like one حيلب زيه and act like one وحييتصرف زيه in other ways بطرق مختلفة he bought new clothes and a tall silk hat اشترها دوم جديدة وطائية من الصود الطويلة ديت and asked his brother to send him a gold watch chain وطلب من أخوه إنه يبعث له سلسلة دهب للساعة then he spent some time each morning dressing with care وكان بيقضي وقت كل يوم الصبح عشان يلبس باهتمام and brushing his thick hair ويسرح شعره الطقيل مع إنه في الصور كان عنده الشعر following the advice of friends يمكن كان صغير ويتبع نصايح أصدقاء وhe took lessons in dancing كان بياخد دروس في الرأس وفي الفرنش وplaying musical instrument وإنه يعزف على أدام وسقية and speaking in public ويتكلم في خطب في عم but in these arts he didn't do very well فكل اللي فده ما نفعش برضو and his money was rapidly disappearing وفروزو كان بيتخلص بسرعة at the end of the three month علما خلصت مهلة التلات شهور اللي كان بيتعلم فيهم الحاجة دي he saw that عرف إنه he was not making the best use of his time إنه ما كانش بيستفيد من وقته and he gave up all this واستسدق يعني ساب كل الحاجة دي he began to study law وابتدى يزاكر القانون and this time although he became more interested in religion على رغم من إنه بقى مهتم أكتر بالدين when his friends asked him to help them in their understanding of the Gita لما صاحبوا طلبوا منه هو يشرح لهم يوضح لهم عن الجيتا الجيتا ده كان الهولي بوك الكتاب المقدس بتاعهم the holy book of his own Hindu religion الكتاب المقدس بتاع الديانة الهندية he began to see how beautiful it was اكتشف قد ايه كتاب كان جميل before long it became him وكان قبل وقت طويل كان هو the one book الكتاب الوحيد for the best knowledge of truth هو الكتاب الوحيد اللي فيه أفضل معرفة للحقيقة someone gave him a bible وفي حد الداله الإنجيل and in it he found some teachings of Jesus which he liked very much وفي الكتاب ده واحد الداله تعليم المسيح اللي هو عجبته جدا because they were so like certain ideas in the Gita لشان لقى في بعض التشابه في بعض الأفكار في ال holy book بتاعهم بتاع ال Gita then from a reading of a book by the English writer Carlyle أرا كتاب لإنجليش writer كاتب إنجليزي اسمه Carlyle he learned about the prophet Muhammad تعلم عن الرسول عليه الصلاة والسلام ومحمد and about his greatness وعن عظمته and bravery وشجعته and simple living وحياته أو عشته البسيطة at this time he was beginning to learn that وفي الوقت ده بدأ يتعلم إن the truth إن الحقيقة he loved he loved اللي كان بيحبها was not to be found in any one religion only مش حيلاقيها غير في كل واحد في كتاب الدين بتاع كل واحد تمام ده the first board إن شاء الله هعمل فيديو تاني واشرح في the second board إحنا قلنا إن القصة موجودة في كتاب المنار بس في منهج لينك وكمان موجودة في كتاب المحور في منهج لينك وفي منهج انجليش ويرل فالناس اللي حابت لقيها أنا قريتي حنزلها تحت الفيديو في comment تحت الفيديو اللي حابب يطبحها تمام كان معاكم مسنيلي أتمنى أن أنا أكون قدرت أسعادكم لو أول مرة تابعني اشترك في القناة وفعل الجرس شاني وصلك الفيديو زي جديدة أول بأول ولو متابعني اعمل لايك للفيديو اعمل شير بفرح جدا بالcomments اللي بتسيبوها اللي كان معاكم مسنيلي السلام عليكم ورحمة الله رحمة الله